موضوع كلام مسؤول اليوم الدويات الأدوية هل أنه فما نقص في الأدوية وألا لا قديش حجم النقص هذية النقص هذية نحكيه على مختلف الصيدليات الموجودين في مختلف ولاية الجمهورية وألا لا فما مع أنت منطقة على منطقة شنوما الحلول ربما لتجاوز الإشكال فيما يتعلق بالمنظومة الدوائية ككل تفاصيل كل جاوبنا عليها رئيسا نقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة أهلا وسهلا ومرحبا بك سينوفل أهلا بك خير مرحبا بك ومرحبا بك سينوفل مشكور جدا على التدخل معنا في البداية كما كنت أقول الأدوية اليوم شنو وضعية المنظومة الدوائية اليوم في تونس والله الوضعية هي عندها مدة وهي تشكو بعض النواقص النواقص هذه بدأت من 2018 لليوم منعيشوا فرد أزمة اليوم معناها هذة أزمة هذي كانولة طاعة الفيضة المركزية المزالت متواصلة وزادت عليها طول الأدوية المحلية اللي هي معناها ولا فاعلة إشكاليات خطر ولا صمها مشكلة طاعة أسعار ومشكلة طاعة تغطيب التكلفة طاعة الصنع اللي هي زادت برشة بعد الكوفيد دوك المنظومة الدوائية اليوم ما نجموش نقولوا اللي هي في أحسن حالها اليوم قرابة قديش من الدواء نقولوا اللي هو ناقص معناه ما هوش موجود والله المرصد أخر مرة اجتمع في أخر جام في ليفت معناها نقولوا أحنا بما ميتين وخمسين من جاء أخر جام في التوازد وشوية بعض الرفيرانس معناها نقصه معناها نقولوا أحنا ديما نبينا ميتين وخمسين وثيثمية دواء ديما مفقودين مرة ينقص العدد مرة تزيد هكي كمانا معناها حوالي ثلاثمائة دواء مفقود اللي هو معناها مباشرة موجهة فما ربما دواء خلينا نقول هو الأدوية لكل حياتية لكن ربما ساعات الدواء على دواء يعتبر حياتي أكثر فما الأدوية الحياتية زادة لفيها نقص على هذا المستوى أي في اللي ساجمون كله النقصة دي وواضح معناها المواطنين ديوم دي في اللي ساجمون كل يوم فما إشكال طعا أدوية معناها متوفر أدوية ديوم المواطن ولا يطعب شوية في بعض الأدوية بشارقة أدوية ومعناها السوق عندها مدة ما هيش إكيليبري ما هيش متوازنة بلو كل يوم فما إشكاليات في بعض الأدوية اللي هي تأثر على المريض وكل دواء كما تحكين تي هو مهم بالنسبة للمريض يستم فيه كل دواء بطبيعة هو مهم جدا بنسبة للمريض اللي يستعمل فيه أربط زدى الإشكال سينوفل بوضعية صيدلية المركزية اليوم وضعية صيدلية المركزية هي الإشكال خطرحنا في تونس معناها المنظومة رأي ممتازة المشكة ما هيش في المنظومة المشكة في ترابط المنظومات معناها احنا ديوم منظومة توزيع الصيدليات ولا منظومة التوزيع بالجملة ولا منظومة التزود معناها من المصنعين ولا ما اخذت الإصلاحات التي تعصيتها المركزية هذه هي منظومة تخدموا لباس عليها وما فيها حتى إشكال إذا يوم كان مجيش مشكلة الصندوق الاجتماعية احنا اليوم ما عنا حتى مشكلة وما فيماش إشكال مالي في المنظومة بالكل لكن يبقى أنه فيما إصلاحات يجب أن تصير معناها أنتها حاكمة ومتع حسن تصرف الأدوية وكذا هذيك حاجة أخرى المشكلة اللي معناها الترابط منتع منظومة الزمن الاجتماعي مع منظومة الصحة هي اللي خليت الإشكال هذا واليوم احنا معناها قادين نخلصوا في لديفعيوز لسيستام ديروتريت لليوريجيم ديروتريت اللي هو أثر على الصحة تاتليسة هذه الوضعية في علاقة بصيدلية المركزية في علاقة زدة بالأدوية الموردة في علاقة بالمخابر الدولية اليوم كيفيش قاعد يصير نسقط تزويد السوق بالأدوية الموردة هو المنظومة العالمية مثل الأدوية تغيرت وإحنا مواكب مش تغير أكثر المخابر العالمية مش الأدوية المستحدة ولا المستجدة وإحنا ما تبعناش هو شنو المطلوب كي تبدأ منظومة جديدة تخدم في أدوية مستجدة ولا مستحدة هو الإدارة التبعة الإدارة المشكلة إحنا ما تبعتش وقاعدة وقاعدة هي أبيدها والأدوية هذوما اليوم المخابر العالمية وليت تخدم في أدوية يوم ذات جودة عالية جدا وكفاءة عالية جدا وليت تدوي في أمراض كنا نحلموا بيش ندويها اليوم وليت فما الأدوية وفما منظومة تاعهما تاع بحث وتجديد قوية برشا شنو المطلوب؟ المطلوب بعض بيش المواطني يستنفع بك الأدوية هذيك المريض التونسي هذي مش صاير هذي مش صاير لسبب؟ هذي مش صاير لسبب اللي هو تعطي الإدارية وخوف الإدارة ولي صاير لكل يعني اليوم لا يمكنك تقديم وكذلك يعني اليوم ما فلناش تقديم وكل يقول لك خوية معناه بش نعطي رخصة وليون الكلم وزو سلم وكذلك شكرا هذي الإشكال فيما يتعلق بالمخابر الدولية وحنا نحكيه على المنظومة الدوائية بصفة عامة سينوفل فما متابعة مع أنت نحب ونفهمه فما متابعة للمخزون الأدوية اليوم عليش فشأة نحكيه على ميتين ولا تلثمائية الدوية مفقود هل أنه فما متابعة للمخزون الأدوية الموجود وإلا ليه من صلاط الأشراف؟ هو فما متابعة لكن المشكلة مش في المتابعة المشكلة في الموارد الموارد البشرية والموارد المالية معناه اليوم إذا كان الرخص تتعطر برشة وإذا كان الفلوس ما فماش معناه هات ولي هات تتتابع ولا ما تتعبعش لأن نتيجة هي بيتها خاطر فيها في الأخر تحيحيا للبخابر العالمية تخدم في قتاع حساس وأدوية وفما مرضى وفما كذا هم تجوش تخليهم بلاش دوية هذي متفقيم فيه ومزمش بواحد يشدد على واحد مريض معناه أخلاقين موش مقبول لكن في الأخر هي سوق وهي ناس تخدم وناس معناها عندها مصالح مالية وكل دونك كيفاش توفق بيناتهم الثنين هو الإشكال اليوم ماناش موفقين بيناتهم الثنين اليوم مش ممكن معناته التوفيق بيناتهم الثنين إي شنو الحل؟ الحل السين اليوم أول حاجة منظومة التقاعة هي الدفايات ملازمها نخليها على روحة وتلقيلها حل على روحة مش تطلحها بمنظمة الصحة وما تطلحتش دجا يعني اليوم الرجيم دي رتريت إي دي فايان ولي زن تريد أجان نكوفر با لسالير دي رتريت هذي ناس كولك عاد خوده ولي ويا الماس كولك عارف لسينة اساس وسينة البيئيس معناه وضعيتهم المالية اليوم كل عام خاسرين فلوس وهو مش خدمتهم هم بشيربحوا الفلوس هيكن ما هم مش متويزنين دوك اليوم الفلوس هذي كان ولي تيخذوه في الاقتطاعات الصحة بايش يغطيوا مصاريفهم اليوم ناس اللي ما تعرف اللي منظومة الصحة 003202 في خدمة virtual وليوم، تزديد الديون هذي كيفاش ممكن ربما؟ واه تزديد اه دانكو صعب برش اذي انا حكيو على بريسك كنز بورسان دي بجيت لتاع معنى انا صعيبي ايسر باش تنجم تفدو اما عالاقل نوقفو لمراجيات او موان نوقفو لمراجيات ولي تقلق تتعطى الصحة تمشي للصحة ومن ضمت التقاعد تلقى حلول اخرى اخرى بديلة بش تصلح من ضمت التقاعد وحدة مش منصلح ومن ضمت التقاعدة بحسين من ضمت الصحة واني قلتك في اللقاء لا تصلحت لهذا لهذا مانا حالينا بمشكلة بمشكلة وليو عنا زوز مشكل وقالينا عنا كما قلت انت زوز مشكل ربما كان نسألو حتى على الجانب الميدي الموضوع انه اليوم منظومة دوائية قلت انها تعيش في وضعية صعيبة منظومة دوائية هذية بوضعيتها للصعيبة هذية انعكاسيتها ربما كلفتها الكلفة كل كلفة ربما تأخير من تاعصلاح المنظومة هذية ممكن تكون كلفة عالية الكلفة بش تكون عالية ولازم المواطنين معناه يفهموا لي اليوم لازم معناه الاقتطاعات تزيد مفيهاش نقاش اذية اذا كان احنا بش ان اخي هي مال الصناديق هذية مين نجيك للشوز ما اولا الاقتطاعات هي لازمها تعمى جهود في الحاوك ما انتح قد ساعة بباشا مشكلة الحاوك اليوم الاقتطاعات تزيد بنسبة قده احنا النسبة كيكا حديث فمعناه النقاش هو دي يجيب اما مثلا الصحة ستة خمس سبعين مفيهاش حتى النظومة صحية تخدم باقل من اه عشرة احنا كدور العالم الكل اللي تلقى اقل النسبة هي في توس اذا كان نحبه نوفره صحة ذات جودة للمواطنين وتغطية باهية ومحترمة خاتب لهم ما نجموش نقوله اللي التغطية تاع المواطنين باهية فيسك المواطن يخلص في اربعين في الميان من مصاريف الصحة على جيبهو مانا اي لو ما نجموش نقوله اللي هو مغطي بالقدار اجتماعيا صحيا نقول رحل معنتها الاربعين بالميان هيش كيف يا نسبة تخطيط المواطن للمساهمته معانتا في المنظومة الصحية لا هو يخلص في اربعين في الميان اللي هو في العالم المتفق عليه ما ننزمش في مواطن يخلص اكثر من اشترين في الميان من مصاريف صحة على جيبهو مرتفعة معانيه ايه هو اليوم يخلص في اربعين في الميان له دوبل معاناها برشا معاناها فما نسماش قادرة اذا كان انا يقول لي فما مشكلة معانتا ربما الحل في مراجعة المساهمات ولا الاقتطاعات ممكن تكون بداية حل بداية حلول اخرى تعل حكمة فما منظومة اليوم الزمين الاجتماعي الي هي والتي تخدم في الصحة بيا الكليميك دي لبوليكليميك دي لسيانة فاية سيدي بدا بادي اللي هو دفايان كمبلتمن دفايان دونك ما معاناها فما وزارة الصحة واحدة لازم تلم الصحة الكل ولازم هي تعمل صحية متاحة وتعفروحها اشترك واضح مشكور جدا سينوف العميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب صيدلات الخاصة على هذه البسطة فيما يتعلق بالمنظومة الدوائية في تونس في الأثناء يقول لنا أنه بين 250 حتى 300 دواء مفقود اليوم في مختلف معناتها الاتجاهات أو في مختلف المجالات الصحية وكما قالنا وأكدنا أنه كل دواء مفقود هو مهم جدا بالنسبة للمريض اللي يستحق له مشكور جدا مرة أخرى هكا نكون وصلنا نهاية كلام مسؤول احنا مازلنا مواصلين معكم حتى لنصف نهار نخليكم بعد موعد الأخبار مع أميل هني